دولة الرئيس محمد الحلبوسي سودة عليها قال أنزع سترتي وشكزيجي إذا ما ما تتحقق المطالب لا أخذنا من هذا ولا أخذنا من ذاك إلى متى يا سيد الفاضل نبقى نسمع هذه الشعارات وامهاتنا مصلخ أشاق زيجها أو ذاك مبدد المدلة لعمرة في معا السنة لش وقت أرحمونا يرحمكم الله أنتم وأحزابكم وزعمائكم ونقبل أيديكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رجاء عزيزي أستاذ نجم حتى يكون الحوار موضوعي ولا ندخل في مراحل الشو الإعلامي والوهج الإعلامي لا لي الشو أنا أحتي لك على دمي أستاذ فهد عزيزي أستاذ نجم عزيزي أستاذ نجم أنت ما تفكر بالمصلحة العراقية محدد فقط أنا ما تفكر أنت جنابك عندك حزن في داخلك أنا عندي حزن في داخلي أنا ما جاي من المريخ وجاي من غير دولة أنا إلي حزن أكثر منك كسياسي أنا أعاتبك بصفتك رسمية أي نعم جنابك تعاتبني كصفة رسمية حديثك يحمني مسؤوليك كأنما قمّน إنني المسؤولية قمّام syllabus أنا دول شوف ترفهد يحمّني مسؤولي كأنما قيد العام للقوات المسلحة يحمّني مسؤولي كأنما أنا التي لدي الميليشيات وتقتل من الناس بالشارع يحمّني مسؤولي كأن الكتل السياسية أو الكتل السياسية التي دخلت إلى ساحات التظاهر في الناصرية التي خرجت في بداياتها وركبت هذه الموجة وكل هذا الشيء هو من براء هذه الكتل السياسية تحمّني جنابك هذا الشيء أنا بعيد عن هذه الجوانب أنا اليوم وضعي متواجد أضغط على رئيس الوزراء أضغط في مجلس النواب لدينا نائب واحد فقط في محافظة ذيقاء قدم استجواب لمحافظة ذيقاء قبل ثلاثة أشهر ولا أحد ينادي بهذا الموضوع ولا أحد يذكر هذا الموضوع لا في الإعلام ولا في المواقع التواصل ولا في جوانب التي تخص تشريه وما إلى ذلك أنا بدوري الآن دوري رقابي دوري تشريعي أنا بدوري اليوم قدمت استجواب رأيت فشل متواجد قبل يوم انخرجت مظاهرات لهذا الفشل خليني أكون سريح معك وأنا أحترم آراك وأحترم ما تقوله كلكم عندما نسألكم هذا السؤال الكل يجيب مثل ما أجاب سيادتك وكأنه هناك اتفاقا أن يضيع دمنا بين الأحزاب الكل تتبرع وبالتالي نتهم نحن نبحث عن شو أنا غاط بالدم لهنا وأنا أبحث عن شو عزيزي ما أنا وضحت لك اليوم مو بس جنابك متألم لهذه الأمور أنا أيضا أتألم وأتألم أكثر منك لأنني أتحمل مسؤولية سياسية لكن الإنصاف يكون في من متحكم بهذه المحافظة من هي الكتل السياسية المتحكمة في هذه المحافظة من يصف هؤلاء بالليول من يصفهم بالجوكرية من يصفهم بأبناء السفارات من المتحكم سياسيا في ذيقار نعم من المتحكم سياسيا في ذيقار الجميع يعلم من المتحكم في ذيقار والجميع يعلم من الكتل السياسية التي تضغط على رئيس الوزراء لأن يكون المحافظ من هذه الكتلة أو باتفاق مع تلك الكتلة الجميع يعلم لا نريد أن نسمي الأسماء لا ندخل في مشاكل قانونية ونحن نعلم بالوضع الأمني المتواجد في العراق لكن نقول الآن ما هو الحل المتواجد لدى دولة رئيس الوزراء ما هو الحلول المتواجدة لدى اللجنة التي تم تشكيلها لجنة التحقيق لجان السابق لن يكون هناك نتائج هل سننتظر أن يكون هناك نتيجة في هذه اللجنة المشكلة الآن قبل قليل كان هناك اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع النواب محافظة ذيقار كان هناك اتفاق بأن يخول رئيس الوزراء باختيار شخصية لرئاسة لمحافظة ذيقار في عينها أن يكون شخص مستقل ونزيه وكفوء ونتمنى هذا الشيء وإذا لاحظنا غير اختيار لما تم تقويله فسوف في تلك الأثناء نوضح حالي الإعلام من هي الكتلة التي وراء هذا الشخص